وفجأة وبعد ساعة من الطيران اعلن ان الطائرة اصابها عطل كبير بسبب صاحقة وستهبط اضطراريا في اقرب مطار توجه الطبيب الى استعلامات المطار مخاطبا انا طبيب عالمي كل دقيقة عندي تساوي ارواح اناس وانتم تريدون ان ابقى ست عشرة ساعة بانتظار طائرة اجابه الموظف اذا كنت يا سيدي على عجلة يمكنك استئجار سيارة فرحلتك لا تبعد عن هنا سوى ثلاث ساعات بالسيارة رضي دكتور هشام على مضض واخذ السيارة وظل يسير وفجأة تغير الجو وبدأ المطر يهطل مدرارا واصبح من العسير ان يرى اي شيء امامه وظل يسير وبعد ساعتين ايقن انه قد ظل طريقه واحس بالتعب رأى امامه بيتا صغيرا فتوقف عنده وطرق الباب فسمع صوت امرأة كبيرة تقول تفضل بالدخول كائنا من كنت فالباب مفتوح دخل وطلب من العجوز المقعدة ان يستعمل هاتفها ضحكت العجوز وقالت اي هاتف يا ولدي الا ترى اين انت هنا لا كهرباء ولا هواتف ولكن تفضل واسترح وخذ لنفسك كوبا من الشاي الساخن وهناك بعض الطعام قل حتى تسترد قوتك شاكر دكتور هشام المرأة وأخذ يأكل بينما كانت العجوز تصلي وتدعو وانتبه فجأة الى طفل صغير نائم بلا حراك على سرير قرب العجوز وهي تهزه بين كل صلاة وصلاة استمرت العجوز في الصلاة والدعاء طويلة فتوجه اليها قائلا والله لقد اخجلني كرمك ونبل أخلاقك وعسى الله ان يستجيب لك دعواتك يا ولدي اما انت فابن سبيل اوصى بك الله واما دعواتي فقد اجابها الله سبحانه وتعالى كلها الا واحدة فقال دكتور هشام وما هي تلك الدعوة قالت هذا الطفل الذي تراه حفيدي يتيم الابوين اصابه مرض عضال عجز عنه كل الاطباء عندنا وقيل لي ان جراحا كبيرا قادر على علاجه يقال له دكتور هشام ولكنه يعيش بعيدا عن هنا ولا طاقة لي باخذ هذا الطفل الى هناك واخشى ان يشقى هذا المسكين فدعوت الله ان يسهل امري بكى الطبيب وقال والله ان دعائك قد عطل الطائرات وضرب الصواعق وامطر السماء كي يسوقني اليك سوقا والله ما ايقنت ان الله عز وجل يسوق الاسباب هكذا لعباده المؤمنين بالدعاء الا بعدما رأيت بعيني حينما تنقطع الاسباب لا يبقى الا اللجوء الى خالق الارض والسماء واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي بادها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر